البطاقة الانتخابية القديمة أو ما تعرف بالعمياء والتي اعتبرت منتهية الصلاحية سابقا اليوم ما بين الرفض والقبول فكتل سياسية اعتادت على الضفر بالفوز بالتزوير والتلاعب وهي من تسعى لاعتمادها ورفض الشارع الذي يبحث عن التغيير الحقيقي وعدم إعادة تدوير الوجوه الفاسدة المفوضية قالت حدث بطاق وما حدث بطاق وما حدثنا بطاقنا اليوم قبل سابقا قالوا خلاص ما راح نتعامل بالبطاقة البويومترية القديمة الغير محدثة ورفضناها اليوم جهات سياسية متنفذة كتل سياسية متنفذة تسعى لعادة البطاقة القديمة والانتخاب بالبطاقة القديمة وطبعا قرارات المفوضة راح تعود بالبطاقة القديمة وراح ينتخب بالبطاقة القديمة هذا يفتح باب للتزوير أمام الكتل السياسية المتنفذة القوية البطاقات اللي غير محدثة ايضا تنتخب هاي هنا رح تفتح انت ابواب للفاسدين والوجوه القديمة الفاسدة ايضا بانه يرجعون اللي هم حاليا عدهم الاف البطاقات الغير محدثة وضميها على صفحة يجون بكل انتخابات هم يصوتون بها المنافع هم الشخصية احنا هنا نطالب انه تكون لمفوضية انتخابات قرار حاسم بعدم قبول البطاقات العمياء او البطاقات غير المحدثة لكي لا ترجع الوجوه الفاسدة والتي حكمت العراق وساءت في حكمة مرة ثانية مراقبون يرون بان الاصرار على اعتماد هذه البطاقة هو اجحاف بحق الكثير من الوجوه الجديدة التي تسعى لعادة بناء دولة بعد الخراب الذي خلفته الكتل السياسية المتشبثة بالسلطة وان اجراء الانتخابات في ظل اعتمادها لا حاجة له من الاساس استخدام البطاقة العادية الغير البايومترية راح يحدث نسبة تزوير عالية وعدم صعود وجوه جديدة راغبة ببناء وعادة السياسة العراقية الى وضحة طبيعي ومنع الفساد كمراقبين للانتخابات نحذر من استخدام البطاقة القديمة لامتلاك كثير من السياسين ارقام وبطاقات كثيرة في مكاتبهم ولدى اتباعهم الكفة في الانتخابات القادمة غير متزينة نوعا ما فما بين كتل تملك المال والسلاح والنفوذ وكتل لا تملك سوى وعي الناخب الذي سيدلي بصوته ويتأمل النتائج من صلاح الدين براك العان قناة دجلة